السلام عليكم واسعد الله وقاتكم كل خير وصحة وسلامة ويوم سعيد على الجميع وتقبل الله طاعتكم وحياكم الله معاي في حلقة من حلقات غربان في رمضان واللي اتكلم فيها كل يوم عن سيارة وسيارتنا اليوم رياضية مشهورة في اوروبا ويمكن تكون مشهورة عندنا في بعض دول الخليج اللي هي الاو دي الاس فور لا هي الاي فور ولا هي الار اس فور سيارة جاية في الوسط لا هي العادية جدا ولا هي اللي عنيفة وقوية جدا وقبل ما ندخل في تفاصيل هالسيارة وليش اخترتها اليوم احب اني اشكر الشركات اللي معانا في هالموسم واكيد الرعاة ليش اخترت الاس فور من بدة الفئات اللي موجودة في الفئة الاي فور في الاو دي الميزة السيارة هذه ان شكلها حلو وجميل وسيارة عملية وسيارة قوية واقتصادية الى حد ما اذا بقارنها في الار اس اللي بتكون عنيفة جدا وقوية جدا واللي تكون غالبا مخصص الحلبات وسيارة معقدة جدا مع اني اعشق هذيك السيارة لكن هذي جاية في الوسط اللي تقدر انك تاخذها كسيارة يومية لا هي الضعيفة ولا هي اللي عنيفة جدا ومرت بمراحل كثير يعني تخيل هالصغيرونة صار لها ست اجيال لو بناخذ اول جيل اللي بدأ في التسعينات فتخيل في ديك الفترة تاخذ سيارة بحجم صغير ومحرك جبار رح نشوف انها تنزل في التسعينات وكان الجيل هذاك يسمونها السي فور كانت تنزل بمحرك خمسة سلندر او اي فايف الفين وميتين سي سي ومحرك ما دري اذا تسمعني ولا لا ثمانية سلندر اربع فاصلة اثنين السيارة تجي بقير عادي سواء كان خمس سرعات او ست سرعات او قير تماتيك الاربع سرعات قلت لكم السيارة هذي جدا مميزة وفوق ان شكلها جميل ان المحرك هذا نفس الشي جميل اللي هو الفين وميتين سي 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 الخمس سلندرات واللي عرفنا فيه الاودي انه عنده محرك يعطي صوت ولا اروع وصوته مميز صوت محركات الخمس سلندر والعشرة سلندر دائما لها نغمة جميلة جدا فنشوف المحرك هذا تيربو طبعا رح يعطي تقريبا ميتين وثلاثين حصان وثلاثمية وخمسين نيوتن متر العزم احنا نتكلم على بداية التسعينات وكانت تقدر تمشي من صفر الى مية او تتسارع من الصفر الى المية في ستة فاصل اثنين ثواني رقم كبير جدا في ذيك الفترة بينما المحرك الثمانية سلندر الاربعة فاصل اثنين كان يعطي ميتين وثمانين حصان وكان ما يجي الا مع القير الست سرعات العادي وهنا ندخل في الجيل الثاني اللي كانت تسميه الاودي البي فايف وكان في نهاية التسعينات بتقول السبعينات لكن هي في نهاية التسعينات بداية الالفين البي فايف وهذا الجيل اللي انا عشقته واللي حبيت الاودي مع هذا الجيل اللي كان فعلا جميل فبنشوف انه لازال عندك المحرك الستة سلندر تخلت عن محرك الخمسة سلندر والثمانية سلندر ونزلت المحرك الستة سلندر اللي بيكون 2700 سي سي تيربو طبعا وراح يعطي 265 حصان و400 نيوتن متر العزم وراح يكون مربوط مع احد القيرين اللي هو ست سرعات قير عادي او من شركة زد اف اللي بيكون تماتيك الخمس سرعات وبالالفين وثلاثة وجنون الالمان في ذيك الفترة اللي رموا ثمانية سلندر وعشرة سلندر واثنى عشر سلندر بشكل غير طبيعي فراح نشوف انه البي سيكس اللي هي الجيل الثالث رموا عليها محرك الثمانية سلندر الاربعة فاصلة اثنين لتر وكانت تجيب احد القير اللي هم قير عادي ست سرعات او قير تماتيك من ست سرعات وكان هالمحرك الجبار يعطي ثلاثمية واربعة واربين حصان واربعمية وعشرة نيوتن متر انت تستمتع بصوت المحرك اكثر من انك تستمتع في اي شي ثاني وفي الالفين وخمسة جانا البي سفن واخذ نفس المحرك اللي هو الاربعة فاصلة ثنين ثمانية سلندر مع تغييرات في شكل السيارة الخارجي والداخلي والتكنولوجيا دخلوها على السيارة بشكل كبير طبعا السيارة هالي تجي صالون وسيدان او الافانت اللي هي الستيشن واقن والكابريوليه اللي بتكون كوبه وسقف يكون كشف او تقدر انك تفتحها وراح نشوف نفس القيور اللي موجودة في البي سيكس الجيل اللي قبلها اللي هو ست سرعات سواء كان القير العادي او القير التماتيك فنقدر نقول محركات وقيور نفس اللي موجودة في البي سيكس ما صار فيه تغييرات اللي على بدي السيارة وشغلات تكون يعني في نظام التعليق في البريكات في التكنولوجيا اللي بتكون موجودة على هالسيارة طبعا كل الفئات اللي ذكرتهم تيجي كلهم بالكواترو اللي هو الدفع الرباع المستمر اللي تعطيك افضل اداة افضل تسارع وتقدر تاخذها وين ما تبي امطار ثلوج مناطق جبلية توديك الكواترو او الاودي في كل مكان ونجي للبي ايت اللي جتنا في الالفين وتسعة وانتهت تقريبا في الالفين وستعش وهنا الامور تغيرت والالمان عين وخير وقالوا خلوا عنكم الثمانة سيلندر والمحركات الكبيرة هذه وخلونا ننزل على الستة سيلندر فرح نشوف عندنا البي سيكس ثلاثة لتر سوبر تشارج مربوط مع غير ست سرعات عادي او سبع سرعات دبل كلتش وهالمحرك رح يعطيك ثلاثمية وثلاثة ثلاثين حصان واربعمية واربعين نيوتن متر من العزم وتقدر انها تتسارع من الصفر على المية في خمسة فاصلة ثلاث ثواني احنا نتكلم على السيارة جاية في الوسط وليست الار اس اللي هارد كور او اللي بتكون مخصصة للسبقات والحلبات هذه السيارة اللي جاية في الوسط وتعطيك تسارع جدا ممتاز خمس ثواني وفي الالفين وسبعة عشر ولازال الجيل هذا الى اليوم موجود اللي هي البي ناين ونشوف محرك جديد شكل جديد تطور جديد صار شكل السيارة من الخارج ولا اروع جميلة جدا داخلية السيارة ولا اروع اتمنى بعد ما تشوف الحلقة هذه تمر اقرب وكيل اودي وتشوف الاس فور وتستمتع بالالوان الجميلة تستمتع بالداخلية الجميلة تستمتع بالاداء الجميل وما تخاف تقول هذه سيارة هارد كور او سيارة قوية جدا وتحتاج عناية معينة هذه السيارة جاية في المكان الصح او جاية لعشاق السيارات الرياضية فرح نشوف في السيارة هذه تخلوا عن محرك السوبر تشارج وخلوا على السيارة هذه التيربو تشارج غالبا السوبر تشارج يكون فيه رسبونس يكون افضل لكن التيربو بيكون اقوى رح نشوف المحرك هذا الثلاث لتر مع التيربو تشارج رح يعطيك 354 احصان و 500 نيوتن متر العزم مربوط مع غير ثمان سرعات من شركة زدف اللي الشفتنج فيه وتبديل القيور على قولتهم بلمح البصر سواء كان داون شفتنج او أب شفتنج واقتصادي الى ابعد حد وتسارع السيارة هذه تخيل ان اقل من 4.5 ثواني من الصفر الى المية فنقدر نقول ارقام بورش قبل 10 سنين وسيارة تعتبر صغيرة وممتعة وشبابية ورياضية الى ابعد حد فهذه واحدة من السيارات اللي في الاودي اللي انا اعشقها شخصيا الاس فور اللي تجمعلك بين الاداء الرياضي والاقتصادي والشكل الجميل جدا لا هو اللي اوفر ولا هو الشكل اللي تشوف انه عادي لما تحط فلوسك فيها انت قاعد تشوف فلوسك لمنحة الشكل لمنحة التكنولوجيا اللي موجودة في السيارة الكراسي الرياضية الالمنيوم اللي موجود على السيارة الملامح الخارجية اضاءة الماتريكس كل التكنولوجيا اللي انت تحتاجها رح تلقاها موجودة في هالسيارة اللي بتكون صغيرونة ولكنها بتكون بقلبها مثل ما يقولون ولو انت بيطرح فيها حلبات تقدر انك تروح فيها حلبات لأنها بتكون فيها الأداء الرياضي وفيها بريكات رياضية وتروح ثاني يوم لدوامك وانت مبسوط ومرتاح ولو عجبتك السيارة هذه وشفت الوكيل وتبي تاخذ استشارة من شخص خبير فيشرفني هالشي أباكم موجود لأي استشارة ونشوف إذا كانت هذه السيارة فعلاً تناسبك أو لا وبنهاية حلقتنا أتمنى أنكم استمتعتوا معاي في حلقة اليوم من غربان في رمضان ونشوفكم إن شاء الله غداً في حلقة جديدة وفمان الله